اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهي المرة ضلت عايشة بمعجزة من الله كأنه عم تحكي فارسي شاكاز عصتي موسالموني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكاسري سلطان خلاص بيكفي بيكفي اخدنا اللي بدنا ياهم مننون شلون هيك يا آغا هدول بيطلعوا شي ثلاثين واحدة وين بدنا نروح بكل هالنسوان؟ يا رجل الله وكيلك القصر ما عاد يسع خلاص بيكفي خلاص اكتفينا خدوا البقية رجعوهون يلا بسرعة يلا رجعوا لورا يلا رجعوا ما رجعوا لدخل معهنا على الأصل؟ لا وين بدنا بيطلح بحالنا؟ رح ياخدوكن على سوق العبيد على سوق العبيد؟ ايه شو ما عم تسمعي روحي يلا روح عليك تسده وزانك رجع خليوني واقفوا ليش نوقي؟ واقفوا تحركي رجع بعدي هيك باي يلا تحرك يعمليك انت ما في بل بك رح تحرك هل تحرك يا من أدم؟ مو حرام عليك اللي عم تساويه انت ليش عم تضربوه؟ انت مدح لك يلا توقف شوي مين بيكونوا هدول؟ هدول عبيد لقلي انا اشتريتهم من الزوم طيب ماشي انا رح اخدهم لش مين قلك بدي بيعون؟ يلا روح طلع فيني احترم حالك وقل رح تندم لش مين بتكون يعني؟ جيل عيدك واقف يا ملعون رح قلك مين أنا بكون اللي واقف قدامك اغا الحرملك العظيم فيني هلأ قدفنك هون بدون ما حدا يعرف فيك ابدا والله ما عرفتك عفوا يا اغا لو بعرف انك رأس بديش رح تبيع الجواري؟ بس انا كتير بحاجتهم بعتزر منها بقدما اشتريتهم رح اعطيك الضعف اح بسرعة بسرعة فوتوا يلا بس وقفوا هون خير سمبول آغا مين هدول؟ السلطانة هويام أمرت نجيبهم على الحرملك شافتهم بالطريق وشفقت عليهم بس هدول شو بدنا نساوي فيهم؟ مو شايف حالتهم ومنظرهم كيف؟ دخيلك انتي على أساس جبناكي أميرة يا بعدي بعتيهم دغري على الحمام وخليوني تحماموا كتير منيح وكمان اعطوهم تياب وما تنسوا تفحصوهم يلا موسيقى لا تنسوا تطعموهم وبعدين شو نعمل فيهم؟ خدوهم ع الباحة وبعدين منشوف هذا وش مو؟ لا أبداً ما في شي شلوم ما في شي هاد واشم اسموه؟ شو عام يصير؟ ولا شي شو بدل يكون فيه؟ بلا كترة حكيم يلا قوموا بكفي بقى قوموا لبسوا أوعيد سلطانة سلطانة شو اللي صلى يا ربي؟ روحوا جيبوا الحكيمة وسلطمي جداً كما كون تتاربرا جم ستاببان جم سلطانة شوية اللي صار معها ولا شي راح أطيب بس هي لازم ترتاح شوي سلطانة هاي البنت اللي بعتيني يجيبها قربي لعندي تعالي قليلي انتي شو هو اسمك؟ اسمي فيروزا سلطانة فيروزا؟ مين بتكوني؟ ومن وين جاي أصلا؟ أنا اجيت من مدينة ري سلطانة ري أعجمية مو هيك؟ لا سلطانة أنا سريانية غريب كيف صار هيك؟ هاي أول مرة بيجي حدا من هالمنطقة انتي كيف اجيتي؟ البربر جابوني معهن الرئيس خضر هو اللي لقاني اللي صار مبارح كأنه كابوس شفت وشك بس ما فهمت كلامك كنتي عم تقولي شي؟ شو هو؟ كان دعاء يا سلطانة خدايا كوما كون درتار برانجيم زوتا ببخشيم معناته يا ربي ساعدنا حتى نستطيع العيش والعفو عن الآخرين طيب كيف علشتيني مبارح؟ انتي علشتيا بأيديكي؟ لا مو بأيدي اللي ساعد السلطانة هو الرب بس دور حضرة السلطان سليمان خليكي وقفي على جنبك موسيقى طمنيني عنك؟ تعباني شي؟ لا يا مولاي منيح مولاي تعبت شوي مبارح بالليل الحكة ما قاله لازم ترتاح اليوم وضعك مو عجبني يا خديجة هدي عصابك وارتاحي إبراهيم باشا صحته منيحة وشرحه مو كبير وصلتني اليوم الاخبار الطمني منيحة أعطوني مي موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مولا مولا شكرا اشتركوا في القناة شو قصة اشتركوا في القناة مولا روحي اشتركوا في القناة 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 وهنك تاجر لي لكن كيف وصلتي لأها ونحن على الطريق فجأة وقفت عرب هي ونزل منها واحد وقفت عرب هي اشتركوا في القناة وطلعه التاجر ويقشتيني و niye milعوا RP اعنو اشتركوا في القناة و نحن تم الفقناة أنCommentary الوران جنس يشه كل شي صار معي يا مولاي كان كاتب القدر يا روحي معقولي ضل هيك عميتوجه مو طالع بيدنا غير انه ندعيله يا مريم لشو ما رده سلطانه باتذر منكم بس قلت بلكي بساعده بالشي وشو ممكن تعلمله يداياه فيون شي غريب بارح وجعني راسي بس لم م دلكته فورا طبط وبعدين بم بعد إذنك سلطانه خليني يجرب إسمك ابنة خلقو في حدبن يظهروا الحكة ما حاوله كثير بس ما قدروا يفيده سامحيني بس اللي بدهره مو حد بي يا مولاتي بالمكان اللي ربيت فيه بيعتبروا هاي علامة بركة سمو الأمير كان عايش مع الملائكة قبل ما يخلقوا يصير معكم واللي بدهره هاي أسر جناح أي خدايا أعلم أي بخشندة أي رحيم أي مهربان طارينة مهربانة شو اللي عملتي معهم؟ ما عملت شي بس دعيت له يا مولاتي وتركت إيدي تحت رحمة وحماية الرب بما أنه دعاكي مسموع ومستجاب عند ربنا بدي ياكي دائما تدعيله للأمير أمرك مولاتي السلطانة أنا بعرف المرهم الشافي ورح ساعد أميرنا ليقدر ينامه بعمر قولي شو هو اللي نجب لك ياه؟ لازم جهزه بإيدي ماشي أسمع مولاتي السلطانة شو اسميك؟ فيروزا خدي فيروزا لعند رئيسة الحكمة خليها تأمن لك كل شي بالدايع بدي المرهم يجاز بسرعة ادخل شو جابك لهون بهالوقت؟ ضروري إنه نحكي وقت كنت عند السلطانة هويام سمعتها عم تقول إنه نهاية نادية قربت ورح ينصبولها فخ ايه أنا بعرف هالشي؟ لكن شو عم تستنوا؟ مو لازم تمنعوا هالشي؟ رح ساوي لي بيطلع بإيدي لازم تساوي شي لأنه نادية ما قل علاقة بهالموضوع إذا بيصر له شي بسببي ما رح أقدر سامح حالي أبداً مستحيل أقدر أحمل زنبا فيروزا مشان هيك أنت بدك تفتحيل قلبه لجلالة السلطان؟ بدك توقفي ضد هالظلم اللي حوالي؟ لأنه بجوز أنا هاللعبة ما قدر وقفها وأكيد في حدر حيدفع التمن نادية؟ لا تاكلي هاما رح أحميها حتى لو كلفتني روحي وعديني بهالشي بوعدك يا فيروزا شو عم تساوي؟ طلعي لبرة يلا بسرعة أروحي على شغلك شوفي شو اللي عم بيصير هون؟ لك الله لا يوفق بعد و بعد إنتي وإياها يا أخوات دعالوا لعندي بسرعة دعالوا روحوا نزلوها من فوق يلا عجلوا بايروسا يلا روحي وواكت بيني على حدا هذا كله بسببي قدتلك تحركي اليوم أنا كنت رح أحكي له واش رح لعن كل شي كانوا لازم يقتلوني إلي مو نادية أخوات سكتي هل حكي ما في فائدة منه؟ مو حضرتك وعديني مو إنتي لي رح تحميها أنت فرحة قلبي وفرحة روحي وعشقي في هذه الدنيا الكبيرة أنت أجمل جوهرة رأيتها في حياتي الشمس لا تشرق أبدا بدونك والبحر لا حياة فيه يليت أمواجه تحملك وتأتي بك إلى هنا يا خليلة روحي أشتاق إليك كل يوم كل لحظة أرى النور في عينيك أرى الحم أرى العشق فكيف أستطيع أن أحيا وعشقي بعيد عني إنني أسمع قلبي الحزين وهو ينادي باسمك ليلة عار أشتاق كثيرا لرنة صوتك لضحكتك ولعيونك ضميني إلى صدرك ودعيني أسمع دقات قلبك ارحمي هذا العشق الذي قتلته بنظرة عيونك لمسة واحدة من يديك كي تعيد له الروح والبسمة التي حرم منها قالوا لي إنه هويام مرتحت لك يا فيروزا جيهانجير هو السبب وضعه تحسن عرفت هويام إنه الجارية لسه عايشة وأكيد ما رح تتركك بنو إلي خبر سلطانة عرفت وأطعتوه المكتوب اللي بعثه السلطان هويام بتستاهل لو أريتي واضح مولاي كتبوا من قلبه أريته سلطانة سلطانة الأمير من شوي نعم من بعد إذنك أنا بدي يروح لعند السلطانة مريم لشوفها طيب فيروزا سمعتي السلطانات شو حكوا بخصوصي؟ قالوا عني شي ممنح السلطانات ما سمحوا لتحكي بنوب لأنه اللي مر عليها مؤليل أبدا أي كتير منيح معناته علاقتكن كويسة بارح كنتي قلقاني على السلطانة خديجة إذا قصرت بشي من دون قصد فسامحيني ولهيك أنا بحبك يا فيروزا قلبك كتير طيب وواضح الشي على وشك صادقة وروحك حلوة ووفية بشغلك عم تتعاملي مع كل الناس يلي حواليك يبلطوا فود بس حاسة في حزن بعيونك وأنا لهلأ ما عرفت شو سبب هالحزن يمكن مشان الناس اللي تركتين وراكي سلطانة وضعك عم يذكرني بوحدة بعرفة من زمان كتير صبية روسية كانت صغيرة وبريئة وفجأة خطفوها من بيت أهله وجابوها لهذا الأسر وعملوا مننا جارية كل حدا في جوات وصر مخبه سلطانة فايروزة خانو سلطانة مريم عم تستناكي وانتي لساتك قاعدة هون؟ سلطانة سلطانة كيف؟ حلوين مو هيك؟ عم تضوي متل الشمس يا سلطانة انتي كل ما كبرتي عم تحلي أكتر شكرا فيروزة شكرا كتير وانتي كمان طالع حلوة اليوم خلينا نروح لنستقبل السلطان استني سلطانة واقفي ما لبسناكي تاجك ماشي يلا بسرعة لك صحيح انتي كتير مشتاقتي له بس لازم تصبري ماشي اشتاقت له كتير فايروزة يلا وانتي كمان رح تروحي معي ماشي غلاب محبني انا مريم شو كلها الحلاوة هاي؟ اخي محمد وانت ساير شب وسيم لافت انتباه كل اللي بالحرم لك لا مو بس الحرم لك الامير محمد لافت انتباه كل الدنيا يلا خلينا نروح سلطانة شو هالحالة كله اليوم؟ هدول عيونك الحلوين شو رأيك تمر لندرديش؟ طبعا يا سلطانة اصلا انا كنت بدي ايجي يزورك لانه قريبا رح تروحي مولاي السلطان لسه مع طلبك؟ روحي انتي وزاكري بحالك لا تعكلي هام سلطانة انا واحدة ما بتنتسع موسيقى 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 أنت على شون تتطلعي؟ ولا شي شاردة بس محمد عم يلبس اتيابه حنستنى لي يخلص لبس مريم شو عم بتقول؟ بعد رجعت أبوها لهون كانت عم تقول بابا هلأ رجع أكيد أمي رح تتركني على راحتي شوي كان واقف على يمين نصوحة فاندي وقت الحفل بكرة منسأله ومنعرف مين هو سلطانة إذا الموضوع مهم كتير إليك أنا بعرفه لهذا الشاب كيف؟ شو ناطرا فيروزا إليلي من هو؟ يا حياء هو جنتي وشعر بالوقت نفسه اسمه الكامل يحيات شالي جالي يحيات شالي جالي؟ تاريكي مؤليلي يا فاندي روزا شو عرفك؟ العصفورة قالتلي مولا يا سلطان بده ياك تروحي على خلو المساء شو شو سليمان فكرتك ما رح تطلبني حين يغيب وجوك عني يغيب عقلي وأفقد حكمة قراري عشقك لا يرحمني لا ينفع معه الصبر أو الدواء لقد أدمنت على حبك منذ أن رأيتك أول مرة فراقك يدمي قلبي ويجعل دموعي تسيل مثل نهر تائه حين أفكر في شعرك أصبح مثل المجنون ويعاندني الكلام وأستسلم لقدري مثل ناسك حزين يا قمري كيف أصبر على غياب القمر من ليلي أيدها الحورية صدري بحر فاسبحي كما تشائين فيه أنا سلطان الحب أعلنت سحب جنودي وسلمت لك قلاعي وجلست أنتظرك أعزلا وحيدا مثل شجرة عرتها ريح الشتاء مين بتكون يا سلطانة؟ موسيقى سلطانة لك موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة نالتوكي نالتوكي يا دي البداية ترك سركن ترك سركن فيروزا أنتِ هون؟ عم دور عليكي أنت شو عم تساوي؟ عليي أنا ليش شوري؟ عليكي حظ والله بيفلق الصخر اوووو أنت الليلة بديك تروحي لعند الأمير محمد على خلوة تابعه موسيقى موسيقى فيروز الخاني موسيقى موسيقى فيروزة سلطانة طلبوا مني روح على الخلول عند الأمير محمد أربي تعالي لعندي ايه أنا خطرتك لهذا الشي لأنه ما بوسق بحد بنوب بس أنت غير أنا بوسق فيكي حلوة كتير وزكية وأهم شي إنه أنت حدا كتير صادق سلطانة أنا مو متل ما نكن فكرتيني شو بتقصدي فيروزة أنا مو فهماني شي عليكي بعتذر منك بس أنا ما بقدر روح لعندي الأمير محمد لأنه ما بيصير ساوي هالشي ليش وشو المانع؟ لأنه أنا كون هديك الجارية أنا يا سلطان أنا مفضلة السلطان ومن شان هيك ما بقدر أنت يا فيروزة طلعوا لبرها طلعوا لبرها أنا اللي أنقصتك يا فيروزة كانوا رح يقتلوكي ولو ما تدخلت كنتي هلأ ميتة ما رح أنسى ما رح أنسى قدرنا أنه نتواجه بهالطريقة يمكن هذا المكتوب الأدار الأدار أنت هيك عم تبرري خيانتك؟ سلطان الرسيم أنت عضيت الإيد الطيبة اللي نمدت لك كيف تجرقتي أنك توقفي؟ بوشي طول الوقت عم تخونيني يا فيروزة أنت ما بتخجلي؟ لا تفكري أني ما كنت حاسة بهالشي كان لازم ما أقسق بوحدة مثلك أنا أمرتني بعتوكي لعند الأمير لأنه بدي شوفوا الشكل حقيقي والله يخجلاني منك ما كنت بدي ينحط بهالموقف يا ريت من الأول يجيت واعترفت لك بكل شيء ليش؟ يا اللي مثلك يا فيروزة بيخجلوا؟ اللي لي هلأ شو اللي غير رأيك؟ صدقيني ما عرفت شو لازم ساوي كنت مجبورة أسكت وفجأة حلت عائدة لسانك وقررت تعترفي شو جابك لعندي؟ لا تطلبي الرحمة؟ متوقع عني سامحك؟ لا مو طالبي إنك تسامحيني بعترف باللي ساويته فيكي تعملي فيني شو ما بدك؟ صدقيني يا سلطانة أنا جاهزي لأي عقوبة أنا أجيت لألك إني بعشق مولاي كنت يا خانوم طول الوقت؟ عم تمسلي علي إنك بتحبيني كيف قدرت تسوي هيك؟ ما رح سامحك رح موتك رح قدلك بيدي وارتح منك أمي؟ شو بك في روزة أنت مريضة شي؟ حضرة الأميرة أنا ما فيلي شي طمّن نظلي سلطانة بتح الباب قمي معي يا سلطانة بتح الباب بترجاكي بتح الباب بتح الباب بتح الباب سلطانة كل واحد تآمر علي رح يدفع التمان إذا بدك خدية وين ما بدك خبيها؟ ما حدا يوقف يوشي ويواجهني طول ما أنا عايشك وصدقوني نهايتها حتكون عائديي أنا أنا من زمان كنت حابة يخبرك هالموضوع بس ما قدرت أقوله عزروني على هالشي خوفتيني؟ الموضوع بيخص جيهانجير؟ لا بيخصني أنا سلطانة بدي إيه؟ شلونة بتجرقي وبتجي لهون؟ فاهميني منلك هالجرقة؟ طلعي لبرة فورا طلعوا أمي عملكم طلعوا وما بدي شوف وش هون مرة تانية وما بدي شوفك أبدا مع أولادي عم تفهمي بنقلعي فايروزا مولاي شوفي ليش عم تبكي بدي ياك انت وبس ما بدي شي تانية لعشعك يا مولاي مطالبة شي من هالدنيا إلا أنت قادي شوي بدونك ما رح قدر عيش عيوني محبة تشوف إلا عيونك أنا رح ضل جنبك دائما أنا عشقت عيوني كلي متل عيوني المهى يا فايروزا من اليوم مرايح رح كون بالمكان اللي بتطلعي فيه انتي موسيقى 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 سلطانة مريم هاي اول مرة بفوت فيها على قضة المفضلات بحياتي ما فكرت اني زورها اكتر من مرة بعثت لحضرتك خبر بس يمكن ما حبوا يقولوا لك سلطانة معقول ما تشوفيني كنت كتير متضايقة لهيك ما حبيت اني شوفك لانه اكيد كنت في قدت اعصابي قدامك اصلاً لساتني متضايقة ومستحيلة عن هيك غلطت لاني خبيت هالشي عن حضرتك كان لازم قللك وخاصة انه انا كنت بيت اسرارك لا مو بس هيك انتي قهرتيها للسلطانة واخنتيها اول مرة بشوفها بهالحالة سلطانة انا مو مأهورة لانك المفضلة عند السلطان مولاي السلطان هو سلطان العالم وهالحرم لك إله وانتي واحدة من جواري الحرم لك ويمكن من حقك تعيشي هالشي بس انتي تسللتي بناتنا مثل الحي واتضحكتي علينا رحتي تخبيتي بدل ما تظهري حالة قدام السلطانة هويان بشجاعة طلعتي واحدة كتير جباني ما بدي شوفك مرة تاني وعك تجي لعندي لكن انتي فيروزة اللي عم يحكو عنا اللي اللي انتي شلون وكيف اجيتي لعن انا سريانية اجيت من مدينة ري الريس خضر هو اللي جابني قالوا لك مين بكون انا يا فيروزة حضرة الوزير الاعظم اذا انتي لساعتك عايشي لحد هلأ فهذا بفضل السلطانة خديجة وكمان عفيفة خانو فهمتي؟ دائما كانوا جنبك وعم يعموك الله يديمون لقلنا ايه بس لا تظنني انه الخطر اللي عليك انتهى لانه هلأ اللي عم يواجهك يا فيروزة هوي عدوه كتير اوي لدرجة انه بيجيكي باكتر لحظة حاسة فيها بالامان وبينهيكي شوفي يا فيروزة بدك تساوي كل شي بتقلك يا السلطانة خديجة كوني حزيرة على طول لانه اصغر خطأ بتساوي رح يكلفك حياتك فهمت على ايه؟ ايه فهمت يا باشا؟ منيح نيزار اغا مرني يا باشا عيونك ما بتغفل لحظة واحدة عنها حتى وهي نايمة بدي اياك تحط حماية مشددة جنبها وعلى باب غرفتها انا رح ساوي اللازم يا باشا ما بيكفي تساوي اللازم وبس بدك تحميها متل روحك لذا بيصيب ايا ازرح اقطع روزكم كلكم فيك تمشي تصبحي على خير شكرا يا باشا فيروزة ليش وقفتي يلا تحركي بقدر روح لعند السلطانة اليوم؟ مستحيل هالشي كل شي هون قوله اصول انت اعطيه خبر متأكدر رح يقبل للأسف هالشي مستحيل لا تنسي انه اليوم ليلة الخميس وجلالته السلطانة بيقضي هاي الليلة مع السلطانة هويام فيروزة خانو لا تكوني بلشتي تغاري من السلطانة لا 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 يلا على قطيك روحي الحايني جيهان جير لا تزعل مني بوعدك انه كلما لقيت فرصة رح اجي لا تروحي خليكي هون معي نازلي رح تضل على طول عندك وما رح تخليك تشعر بغيابي يا أمير جيبولي الأكل الأمير لازم يأكل ليش ماما عصبت عليكي ورح تمن عندي يا فيروزة؟ فيروزة بسرعة شوي لازم تطلعي قبل ما تيجي السلطانة ميحة؟ موى، موى، موى luxقولي هشعر سلطانة أنا جبتها من شان جيهانجير نازلي خدي جيهانجير على أوتو مابدك تجمعي ما قلتلك خليك بعيدة عن ولادي وما تورجيني وشك؟ كيف بتكسري كلامي؟ شو هالوقاحة؟ سلطانة أنا ليسا محتلق؟ مدامك لهالدرجة شجاعه؟ ليش خبيتي حالك يا جباني؟ لأنه خفت بس مو منك يا سلطانة خوفي أني أخسر مولاي السلطان الإنسان مستحيل أنه يخسر إلا الشغلات اللي هي ملكه وبقى المولاي السلطان ما في أبداً مكان إلا لهيان أنت واحدة تافهة وما بتملكي شيء والشيء الوحيد اللي بتملكيه هوا عمرك اللي أنا رح أخذ منك طلعي لبرها اه، أعمق! اه، يتركوا بركي! زر jersey ولدفضان من ، السلطان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة